موسيقى جهود مستمرة في الجامعة المستنصرية لإفاءة بالالتزامات المترتبة على موضوع التعليم الإلكتروني والتعليم المدمج للعام الدراسي القادم واليوم بعد كل ما كنا في التربية وكنا في صيدلة اليوم وفي كلية العلوم اليوم في كلية الآداب حقيقة تم افتتاح قاعتين ذكية وهذه القاعتين تمتازان بدرجة عالية ربما من التقنية التي يمكن أن توظف بشكل أساسي لإيصال المعلومة الصحيحة والدقيقة والسريعة إلى الطالب للاستفادة منها لتحقيق متطلبات العام الدراسي القادم وأعتقد هذه الميزة التي يمكن أن نخرج أو الحصيلة الإيجابية التي نخرج بها من خلال الظروف الصحية التي يمر بها بلدنا والعالم فيما يتعلق بالجائحة أنه زاد من وتائر العمل في مجال تقنية الحاسوب وبرامجيات وتطبيقات الحاسبات بالصورة التي تخدم الغرض الأساسي وهو تطوير أو زيادة الاعتماد بشكل كبير جدا على التعليم الإلكتروني وهذه ميزة كبيرة ومهمة اليوم نشهد افتتاح العديد من القاعات الذكية لطلبة الدراسات العليا وكذلك طلبة الدراسات الأولية للاستفادة من هذه المميزات التي توفرها هذه المختبرات من حيث الصبورة الذكية من حيث برنامج التفاعلي بين الأستاذ والطلبة يحتوي العديد من المميزات منها السيطرة على كافة حواسيب الطلبة عملية عرض إجابة مثالية من أحد الطلاب لكافة الطلبة ضمن الصف الإلكتروني وكذلك الموضوع المهم وهو الأرشفة الإلكترونية للمحاضرات بالإضافة إلى تطوير القدرات الذهنية والمعرفية للطلبة ونشهد بشكل مستمر افتتاح هذه القاعات في كافة كليات الجامعة لغاية إن شاء الله انطلاق العام الدراسي تكون كافة الكليات الجامعة المستنصرية مستكملة للصفوف الذكية في أقسامها العلمية بجهود ذاتية تم افتتاح قاعتيا ذكية على المواصفات الجودة العالمية في كلية الآداب ونحن طبعا مستمرين في تقديم أفضل الخدمات ومواكبة المختبرات العالمية من أجل تقديم أفضل الخدمات العلمية والمعرفية لأبناءنا الطلبة اشتركوا في القناة